ضيف هذه الحلقة وزير في حكومة منفى طال بقاؤها فيه معمر مطهر الإرياني وزير الإعلام اليمني من أين نبدأ؟ لعلنا نبدأ من أحدث التطورات نبدأ من العنوان لست راضيا عن العنوان العنوان غير صحيح بالمطلق يعني أنت الآن تتحدث عن حكومة منفى يا أهلا وسهلا أستاذ معمر يا مرحبا منور منور صراحة فارس في طلتك ما شاء الله هياك أشي قلت لي زعلان لشي يقول حكومة منفى معترض على التسمية هذا يعني أسمعك أشي بيقولوا من تسمية أخرى بتشوف أن هذا بيدلعك به بس ما بش داعي أسمعك وجوه بعدين مشي شتيمة حكومة منفى هي توصيف لحالة حكومة خارج بلادها لسنوات سميت حكومة منفى لش وين الحكومة يعني؟ والحكومة موجودة في الداخل الحكومة تمارس عملها من اليمن من عدن وتمارس عملها في كل المحافظات اليمنية المحررة بدي أكد من أقوالك يا أستاذ أن أنتم موجودين في عدن وتمارسوا أعمالكم في كل المحافظة عدن بذات موجودين فيه يا أستاذ القدرة الدست حك الحكومة ما عادوش موجود في عدن يتشلوا تكفي الحكومة يتأخذوا مع الملاعق مع الصحول مع القلصات ما عادت خلو لكم مش حاية قل لك يمارس أعمال من عدن الآن أنتم مزارة إعلامة المفروض يكون عندكم مطبخ إعلامي كيف عادت تطبخوا الآن وما عاد فيش قدر ولا دست معاكم يعني كم بادعملوا بدون بدون أي أدوات للطباقة ما تقضوها سندويتشات إعلامية ياسر لا عد رجعتوا لا عدن ولا صنعاء أولا نحن لم نقرر أبدان الدخول إلى صنعاء إلى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار بالدخول إلى صنعاء كل ما في الأمر نحن نريد أن نحاصر صنعاء لا نحن نريد أن نحقق انتصارات أقول لك الشيء الصحيح نحن نريد أن نحقق انتصارات تجبر الحوثيين أنهم يدخلوا في مفاوضات أيها ما تريدوش تدخلوا صنعاء بس تريدو تحققون انتصارات أيها واضح سهل جدا هذا من أجل ترغموها الحوثي على يعني الرضوخ والاستسلام ويدخلوا في مفاوضات الأمر سهل ما دم بتفكروا ما تدخلوش صنعاء كذا مباشرة ممكن يعني يشوف أنتوا بحاجات يعني تتقسموا المهام ناس في تويتر ناس في فيسبوك ناس في إنستجرام الحاجات التي نقطة ضعف الحوثي تضغطوه عليه وهو يركع يركع شوف خصوصا إذا في تغريدات دوسل ترند يعني أما إذا استخدمت الهاشتاك لا ضرورة دمع إذا في حاجة ضرورة وفي حجوم مباغة استخدموا الهاشتاك الهاشتاكات وخصوصا إذا عاد معك اثنين نكز من الميمنة أو نكز من الميسرة أو كذا تشتت العدو تشتت العدو يعني ما عدد يدريش من يواجه الليكات على الطريق إذا فيه خصوصا الليكات مباغتة يا سلام يعني أما إذا صعبة الأمور بلوك يا أخي الحوثي هذا مانيو عمله بلوك حضر وخلاص ما عدد يطلعش أمامك الحوثي ويتخلص منه تماما لأنه خلاص بلوك بس بلوك انتبه ويكون صم مش مخرق لأنه بيخزقه بسرعة ويرجع من جديد اشتركوا في القناة